أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم قل لك إنك لن تستضع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتي أهل قرية استضعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فجدا فيها جدارا يريد أن ينقب فأقامه قال لو شئت لدخلت عليه أجرا قال هذا فراء بيني وبينك سأنبيك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهبهما ضيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وغرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأوين ما لم تستع عليها صبرا ويسألونك عن ذي الغرنين قل ستلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغلب الشمس وجدها تغرب في عين الأمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا الغرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا إسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغلب الشمس وجدها تغل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكان ينقهون قولا قالوا يا ذا الغرنين إن يأجوج ومأجوج محسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خانوا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قالوا أخوه حتى إذا جعله نالا قال آتوني أفل عليه قبرا فما استضاعوا أن يقهلوا وما استضاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وترفنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ربا الذين كانت أعينهم في وضاء عن ذكري وكانوا لا يستوضعون سمعا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا قل هل ننبكوا بالأخصرين أعمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا وهم يأسبون أنهم مأسنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان رجل قاربه فلعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عيد الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهدى العظم ليشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شغيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك دولا من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن لا يكونني غلام وكانت مرأتي عقرا وقد بلوت من الكبل عتيا قال كذلك قال ربك هو علي غين وقد خلقتك من قبل ولم تقو شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فاخرج على قومه من المحرم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صوبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكانت تقيا وبرا بوالده ولم يكن جبارا عصويا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ونكر في الكتاب مغيا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ولا من زكيا قالت أنا كنني أنام ولم يمسسني بشر ولم أكب بيا قال كذلك قال ربك هو علي هينوا ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مغضيا فحملته فانتبذت لي مكانا قاسيا فأجاءه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكوت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة فساقط عليك رضبا جليا فاكولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فاكولي إني ندرت لرأماني صوما فلنأكلم اليوم إنسيا فتسبهي قومها تحمله قالوا يا مقيم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك باقيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية قال إني عبد الله أمساني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما تمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أمت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مقيم فولى الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وإن الذين كفروا مما شد يوم عظيم أسمع بهم أبصر يوم يأتوننا لكن الضالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة الغد الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن رت الأرض ومنع علينا وإلينا يدعون وذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذن قال الأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يوني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صورة سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصويا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك واهبرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحافية وأعتزلكم ما تدعون من دون الله ودوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغية فلما عتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له مساء ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له نسانا شدق عليا وأنكن في الكتاب موسى إنه كان مخلص وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الظول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وانكن في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عيد ربي مرقيا وانكن في الكتاب إدريس إنه كان صدق النبيا ورفعناه مكانا عاليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من درية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن درية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تسدع عليهم آيات الرحمن خرس جدا وبكيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أضاقر إلا الحمد فخلف من بعد مخالقنا وضعوا صلاة واتبعوا الشهوات فسوق الغنغية إلا من تاب وآمن عمل الصلاة فأولا كدخلوا الجنة لا أظلمون شيئا جنة الدني التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات الأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلموا له سميا ويقول الإنسان وإذا ما بيتنا سوف اخرجوا حيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فاربك لنأشرنهم وشاضين ثم لنحمرنهم حول جهنم جتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشدوا على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صرية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونزلوا الظالمين فيها جتيا وإذا تسلع عليهم آياتنا بكنات قال أولا الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندييا وكم أهلكنا قبلهم من غرنهم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في البلانة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شرم كانوا أضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات صالات خير العيد ربك ثوابا وخير مرد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال نأتينا مالا وولدا أضلع القيب من تأخذ عيد الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتأخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم بدا ألم تر أن أرسل شياطين على الكافرين تزم أزا فلا تعدل عليهم إنما نعدهم إنما نعد لهم عدا يوم نشر المتقين للرحمن أهدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا من يكون شفعة إلا من اتخذ عيد الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفضرن منه وتنشق الأرض وتخن الجبال هدا أن دعون الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصوهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم ضهاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيدا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالغون فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا من فقال لأهلهم كتو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتهى نجي يا موسى إن أنا ربك فاخلعني عليك إنك بالوادي المقدس هو وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واجم صلاة لذكري إن الساعة تتنك دخلها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤين بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وله أصائب أتوكوا عليها وأهشوا بها على ونمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فلقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيد آسرتها الأولى واتهم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غيسوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إنهب إلى فرعون إنه ضغى قال رب شرعني صدري ويسرني أمري واحل العقدة من لساني يفقه قوني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزلي وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا وننكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مندنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفه في التابوت فقذفه في اليم فنلقيه اليم بالسائل يأخذه عدولي وعدولا ولقيت عليك مأبة مني ولتشن على عيني إن تمشي أخيك فتقول هل أدنكم على من يقوله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على غدري يا نسى واشطنعتك لنفسي إذهب أن تأخرك بآياتي ولا تنيا في ذكره إذهبا إلى فرعون إنه ضغى وقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على ما كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعضى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بانقروني الأولى قال علمها عيد ربي في كتاب الله لكن ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا ورعوا أنعمكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسعرك يا موسى فلنأذينك بسعر مثله فاجعل بيننا وبينك معيدا لا نخلفه نعن ولا أنت مكانا سوا قال معيدكم يا مزينة وأن يشربنا سبحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال له ساوينكم لا تفتروا على الله كذبا فإسئتكم بعذابا وقد خاب من افترى فتنازعوا أمره بينهم وأسر النجوى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسعرهما وذهبا بضريغتكم المثلا فجمعوا كيدكم ثم تنصصا وقد أصلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقى إما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم خيلوا إليهم من سعرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فالقمى في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفتل الساحر حيث أتى فالقي السعرة سجدا قالوا آمدنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبلا آذن لكم إنه لكبينكم الذي علمكم السحر فلو غضعين أيديكم ورجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أن يناشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤترك على ما جاءنا من البكنات والذي فضرنا فقد ما أنتقا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمدنا بربنا ليغفر لنا خضايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتني مؤمنا وقد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات العلا جنات عجل تجري من تحتها الألغان خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي فاضرب لهم طريقا في البأر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما وشيهم فضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعدناكم جانب أطول الأيمن ونزل عليكم من نوسى كلوا من ضيبات ما رزقناكم ولا تضعوا فيه فيحل عليكم غضبه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى ولهم أولئي على ثري وعجلت إليك ربني ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك أضلهم سامدي فرجع موسى إلى قومه غبانا سفا قال يا قومي لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضل عليكم عهد أم أردتم أي إلا عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعده قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسابين فاخرج لهم عجلا جسدا له أخوانهم فقالوا هذا إليكم وإلى موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا أملك لهم درا ولا نفعا ولقد قال لهم هانون من قبل يا قوم إنما فتنتم به فإن ربكم الرحمن فاتبعوني وارضعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرضع إلينا موسى قال يا هانون ما منعك إذريتهم بلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنق بقولي قال فما خضبك يا ساميلي قال بصرت بما لم يبصلوا به فقبضت قبضة من أترس ولقنا بذتها وكذلك سولتني نفسي قال فالهب فإن لك في الحياة تقول لا منساس فإن لك معدلا تخلف أوضر إلى إليك الذي بنت عليه عكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بسر الخالدين فيه فساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ انزرقا نتخافتون بينهم إن لبثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يكون أمثنهم طريقة إن لبثم إلا يوما ويسألونك عن الجبان فقل ينسفها ربي نسبا فيذنها فعاص الصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفوا الشفاعة الله من أذن له الرحمن ورد له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بلا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلم ولا هقما وكذلك أنزلناه قرآن العربي وشرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنس ولم نجد له عزما فنقلنا للملائكة الزدنون آدم فسجدوا إلا إبني سابا فقلنا يا آدم إن هذا عدل لك لزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تدعى فيها ولا تعرى فأنك لا تضمع فيها ولا تبحى واسوس إله شيطان قال يا آدم هل أدنك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فكلامها فبدت لهما سوأتما وضفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصوا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدطا منا جميعا بعد كل بعض عدو فإما يقينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن أغرض عن ذكني فإن له معيشة هدى كون أحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك تسكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرى فلم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة شد وبقى أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات ليننها ولولا كلمة سبقت من ربك نكان نزاما وجن منسمى فاصبر على ما يقولون وسبع بأمد ربك قبل ظلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبع وضراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينك إلى ما منتعنا به أزواجا منهم زأرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه فرزق ربك خير وبقى وأمر أهلك بصوة لا تصطبر عليها فنسألك رزقا نحن نرزقك والعكبة للتقوى وقالوا لولا يأتنا بآت من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصوف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعدان قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى قل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى شكرا